مدبولي يتفقد أعمال التطوير بمدينة شرم الشيخ ويشدد على توجهة الرئيس عبدالفتاح السيسي بإظهار المدينة في أهبها صورة قبل مؤتمر المناخ زيلانسكي يعترف بسيطرة روسية على 20% من أراضي بلاده ويتلقى أنظمة صواريخ متقدمة من واشنطن الأمم المتحدة تعلن تمديد الهدنة الحالية في اليمن لمدة شهرين جديدين السالسة مساء في القاهرة الواحدة بتوقيت جريمج نشوة أغبارية مفصلة تأتيكم إلى تريفيزورة مصرية أهلا بكم أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ضرورة سرعة الانتهاء من جميع أعمال تطوير الجاري تنفيذها في نطاق مطار شرم الشيخ والمنطقة المحيطة قبل 30 من يونيو الجاري وأشار مدبولي خلال جولة تفقدية له إلى أن الجولة تأتي في إطار متباعة ما يتم تنفيذه من أعمال تطوير ورفع كفاءة للمنشآت والطرق وأعمال البنية التحتية والمرافق على أرض الواقع في مدينة شرم الشيخ ووفقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي وذلك من أجل إظهار المدينة في أبهى صورة لها لإخراج هذا الحدث العالمي على نحو يعكس مكانة مصر وحضارتها العريقة وخلال جولته بمدينة شرم الشيخ تفقد رئيس مجلس الوزراء أعمال تنفيذ محطات شحن الأوتوبيسات بالكهرباء واستمع إلى شرح عن إمكانات المحطة المقامة على مساحة 100 ألف متر مربع وتتسال شحن 140 أوتوبيس تعمل بالكهرباء بالإضافة إلى تقديم الخدمات المكملة مثل أعمال الصيانة والغسيل وغيرها كما استمع رئيس الوزراء إلى شرح عن محطة شحن أوتوبيسات الغاز المقامة بمنطقة تنبق والمقامة على مساحة 3000 متر مربع والمخصصة لشحن أوتوبيسات الغاز المستقدمة في مؤتمر المناخ والتي تتسع لشحن 120 أوتوبيس غاز بالإضافة إلى الخدمات المكملة حيث كان لرئيس الوزراء عقب هذه الجولة استعراض للخطة الجاري تنفيذها لإنشاء 50 نقطة بعدة أماكن مختلفة لشحن الصيارات الملاكي التي تعمل بالكهرباء وتم بالفعل تركيب عشرة شواحن وجاري تركيب الباقي بالتعاون مع إحدى شركات القطع الخاص المتخصصة في هذا المجال كما اطلع رئيس الوزراء على أعمال التطوير الجاري تنفيذها في منطقة الروايسات وشرح محافظ جنوب سيناء معدلات تنفيذ أعمال التطوير بالروايسات من خلال توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لتوفير سكان آمن ومناطق خدمات ومناطق تجارية وتوفير حياة كريمة لأهالي المنطقة مضيفا لأن الروايسات هي إحدى المناطق العامة في مدينة شرم الشيخ وتعتبر المركز التجاري والصناعية وقد وجه الرئيس الوزراء باستمرار عملية التطوير الجارية بمنطقة الروايسات في شرم الشيخ ووفقا لتكليف السيد الرئيس بضرورة مواصلة العمل على تطوير المنطقة بشكل متكامل وشامل لمختلف الخدمات لخدمة سكان المنطقة وخلال الجولة تفقد الدكتور مصطفى مدبولي كذلك أعمال تطوير مدخل مدينة شرم الشيخ مرورا بميدان السلام وميدان الصداقة استمع مدبولي إلى شرح من محافظ جنوب سيناء خالد فودة حول المشروعات الجارية تنفيذها لتطوير مدينة شرم الشيخ والتي تتضمن إنشاء كبري علوي على الطريق الأوسط طريق الملك سلمان وإنشاء خمسة محاور أرضية تربط بين طريق السلام والطريق الأوسط فضلا عن أعمال تطوير الطريق الدائري بطول 28 كيلو متر في الوقت نفسه تم رفع كفاءة بعض المنشآت التابعة للوزرات حيث وجه رئيس الوزراء بضرورة الانتهاء من أعمال التطوير في أقرب وقت ممكن وتسخير كل الإمكانات المتاحة من أجل تحقيق ذلك أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصفى مدبولي ترحيب دولة المصرية بالاستثمارات الأجنبية لدورها في دعم الاقتصاد وخلال استقبال رئيس تنفيذي لمجموعة شركات الفطيم شدد رئيس الوزراء على نهج الدولة الساعي إلى تعزيز دور القطع الخاص في الاستثمار خلال الفترة القادمة منوها إلى وثيقة سياسة ملكية الدولة التي تستهدف جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وتعزيز ثقة المؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري من جانبه أرب رئيس شركة الفطيم عن تفاؤله بما تضمنه مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة بين مصر والإمارات والأردن مؤكدا أن دعم الدولة المصرية للقطع الخاص يمثل دافعا له للتفكير في كيفية استثمار الفرص الحقيقية ذات القيمة التي يزخر بها الاقتصاد المصري وصلت وزارة الداخلية حملتها اليوميا لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمية وأعلنت وزارة الداخلية عن ضبط 415 قضية تمونية بمضبطات بلغت قرابة 76 طن مواد غذائية وغير غذائية خلال 24 ساعة كما تم ضبط قرابة 49 طن مواد غذائية وغير غذائية في مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستيلاء على السلع المدعومة بالإضافة إلى ضبط قرابة 30 طن مواد غذائية وغير غذائية في مجال عدم الاعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمية وقد أعلنت وزارة الداخلية عن ضبط 604 قضايا في مجال قضايا المخابز من بينها 170 قضية خبز ناقص الوزن و167 قضية خبز غير مطابق للمواصفات فضلا عن ضبط عشق قضايا بمضبطات بلغت أكثر من 89 طن أقمح محلية في مجال ضبط مخالفات التلعب بمنظومة التوريد وتدول القمح المحلية وفي الأزمة الروسية الأوكرانية قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زلناسكي أن روسيا تسيطر حاليا على حوالي 20% من أراضي أوكرانيا وفي كلمة مصورة أمام بارلمان لوكسنبورغ أكد الرئيس الأوكراني على أن الأوكرانيين الدفاع عن أنفسهم ضد الجيش الروسي بأكمله وشيرا إلى أن جميع التشكيلات العسكرية الروسية الجاهزة للقتال متورطة في العملية العسكرية كما أوضح زلناسكي أن الخطوط الأمامية للمعركة تمتد عبر أكثر من ألف كيلومتر أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية الكريملين دماتري بيسكوف عدم وجود اتصالات بين موسكو وواشنطن حاليا وقال بيسكوف أن جميع الاتصالات بين البلدين معلقة تقريبا مشيرا إلى أن العلاقات حاليا عند أدنى مستوياتها من جهة أخرى أشار المتحدث باسم الكريملين إلى أن بلاده عبرت بوضوح عن مطالبها لأوكرانيا مشيرا إلى أن هذه المطالب معروفة جيدا لكييف ومضيفا أن السلطات الأوكرانية ترفض التفاوض بسبب الضغوط الغربية قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زخرافا إنه لا جدوى من مناقشة وعود الرئيس الأوكراني بعدم استخدام السواريخ الأمريكية لضرب الأراضي الروسية وقالت زخرافا أن روسيا طالبت بضمانات أمنية مكتوبة لكن الغرب رفض ذلك يأتي هذا التصريح عقب تصريح نائب وزير الدفاع الأمريكي كولن كال بأن الحزم الجديد من المساعدة العسكرية الأمريكية لأوكرانيا تشمل أربعة أنظمة صواريخ إطلاق من تراز هاي مارس القادرة على ضرب أهداف على مسافة تصل إلى 80 كم وأوضح المسؤول الأمريكي أن بلاده حصلت على وعود من السلطات الأوكرانية بعدم استخدامها لضرب أهداف في روسيا أعلنت وزارة الدفاع الأمريكي عن حزمة جديدة من المساعدات العسكرية إلى أوكرانيا وقال نائب وزير الدفاع الأمريكي كولن كال إن هذه الحزمة تشمل رجمات صواريخ وصواريخ مضادة للدبابات بالإضافة إلى مروحية حزمة من المساعدات الجديدة أعلنت الولايات المتحدة عن تقديمها لأوكرانيا في إطار دعم واشنطن العسكري لكييف وزارة الدفاع الأمريكية بينتاجون أعلنت أن حزمة المساعدات العسكرية التي سترسلها إلى كييف تشمل أربع راجمات صواريخ من طراز هيمارس وألف صاروخ مضاد للدبابات من طراز جافل وأربع مروحيات من طراز مي سبعة عشر ووفقاً لوزارة الدفاع الأمريكية فإن القوات الأوكرانية بحاجة إلى نحو ثلاثة أسابيع من التدريب لاستخدام راجمات هيمارس وهي راجمات تركب على مضرعات خفيفة وتطيق صواريخ موجهة ودقيقة الإصابة وحصول الأوكرانيين على هذا السلاح من شانه أن يوفر لهم في معركة دومباس ميزتي المسافة والدقة وأوضحت الوزارة أن راجمات هيمارس التي تطيق الواحدة منها في كل مرة ستة صواريخ يصل مدى الواحد منها إلى سبعين كيلو متراً أي ضعف مدى قذائف مدافع هاوتزر الأمريكية التي دخلت بالفعل ميدان القتال كما أكد البنتاجون أن أوكرانيا ستتسلم أيضاً خمسة رادارات مضادة للمدفعية ورادارين لمراقبة الجوية وستة ألاف سلاح آخر مضاد للدروع وخمسة عشر ألف قذيفة مدفعية وخمسة عشرة مركبة تيكتيكية بهذه الحزمة الجديدة يرتفع إجمالي المساعدات العسكرية الأمريكية لأوكرانيا منذ بدء العملية العسكرية الروسية في الرابع والعشرين من فبراير إلى أربعة مليارات دولار فاصل ستة أعلنت سلوفاكيا عزمها تسليم أوكرانيا مدافع من تراث زوزانا إسنان ذاتية الدفع وذلك في إطار الدعم العسكري المقدم لكييف وقال وزير الدفع السلوفاكي ياروسلاف ناد إن بلاده ستسلم المدافع بموجب عقد تيكري وقع بين الطرفين وتعد المدافع تراث زوزانا إسنان نسخة مطورة من مدافع الهاوتزر ذاتية الدفع ويصل مداه إلى أكثر من خمسين كيلومتر قالت وزارة الدفع البريطانية إن روسيا سيطرت على معظم مدينة سيفيرو دوناتسك الصناعية الأوكرانية وأضفت أن أوكرانيا لا تزال على الأرجح تسيطر على خط النهر في مواقع العبور بين سيفيرو دوناتسك وبلدة تاليسي تشانج المجاورة ومدينة ليمان وأضفت الوزارة أن القوات الأوكرانية تدمرت الجسور القائمة في كل من الموقعين وفيما يأتي أبرز التطورات منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في الرابع والعشرين من فبراير الماضي تلك العملية التي أعلن رئيس الروسية فلاديمير بوتين إطلاقها لدفاع جمهريتين لوحانسكو وعدونسكا لمفصليتين في منطقة دونباس في شرق أوكرانيا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر إلى ذلك طلب مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جازب بارل الأمم المتحدة بالتنسيق مع روسيا لفتح الموانئ الأوكرانية من أجل تصدير الحبوب الأوكرانية وأحث بارل خلال مؤتمر صحفي بالعاصمة الأردنية عمان الأمم المتحدة على فتح الموانئ الأوكرانية بالتواصل مع روسيا مشيرا إلى أن أوكرانيا كانت تصدر خمسة ملايين طن قمحة الشهر الواحد وفي مايو الماضي صدرت ستمائة ألف طن فقط ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر وصف بنك جي بي مورغن التحديات التي تواجه الاقتصاد الأمريكي بالإعصار دعيا البنك المركزي الأمريكي لاتخذ إجراءات قوية لتجنب إيقاع أكبر اقتصاد في العالم في براسن الركود تأتي تصريحات البنك الأمريكي في عقابي لقاء الرئيس جو بايدن مع رئيس مجلس الاحتياطي للتحدي جيرون باول لبحث التضخم والذي سجل أعلى مستوى له خلال أربعين عاما التحديات التي تواجه الاقتصاد الأمريكي تشبه الإعصار هكذا وصف بنك جي بي مورغن وضع أكبر اقتصاد في العالم تصريحات جي بي مورغن تاتي بعد يوم من لقاء الرئيس الأمريكي جو بايدن برئيس المجلس الاحتياطي الاتحادي جيرون باول لبحث التضخم الذي سجل أعلى مستوى له خلال أربعين عاما معركة التضخم أصبحت النقطة المحورية في جدول أعمال بايدن لشهر يونيو الجاري وسط تراجع لشعبيته وقبل انتخابات الكونجرس نوفمبر المقبل ولمواجهة معدل التضخم القياسي طالب البنك الأمريكي الأملاق مجلس الاحتياطي الاتحادي باتخاذ إجراءات قوية تتمثل في رفع الفائدة والتشديد الكمي لجذب السيولة في النظام المالي العالمي وتجنب وقوع الاقتصاد الأمريكي في براث الرقود البنك الفيدرالي الأمريكي يتعرض لضغوط كبيرة لاتخاذ إجراءات حاسمة للحد من معدل تضخم يزيد ثلاثة ضعاف عن هدفه البالغ 2% وأدى إلى ارتفاع تكاليف المعيشة بشدة على الأمريكيين وهزت حالة عدم اليقين بشأن سياسة البنك الفيدرالي الأمريكي والعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا والطرابات سلاسل التوريد لفترات طويلة بسبب جائحة كورونا فضلا عن ارتفاع عوائد الخزانة هزت أسواق الأسهم العالمية أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أن الإدارة الأمريكية لن تتمكن على الأرجح من ضمان انخفاض أسعار البنزين والمواد الغذائية في البلاد في وقت قريب وأعتبر بايدن أن أحد عوام الارتفاع أسعار الغذاء والوقود في الولايات المتحدة هو العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا ركح مصدر لرويترز في أوبيك بلاس أن توافق المجموعة على زيادة إنتاج النفط في حدود 600 ألف برميل يوميا في يوليو وهو ما يتخطى زيادات الشهرية السابقة والبالغة 432 ألف برميل يوميا حيث كشف مصدران من أوبيك بلاس بأن المجموعة تعكف على التوصل الاتفاق لتعويض انخفاض إنتاج النفط الروسي الذي تراجع بنحو مليون برميل يوميا في الأشهر الأخيرة نتيجة العقوبات الغربية على موسكو وذكر أحد المصدرين وهو مطلع على الموقف الروسي بأن موسكو قد توافق على تعويض منتجين آخرين للغفاض إنتاجهم أضف مظهر الناخليجي من أوبيك بلاس بأن اتخاذ قرار بشأن الأمر محتمل للغاية في اجتماع اليوم تتجه استريليا لتسجيل إنتاج قياسي للقمح للعام الثالث على التوالي الأمر الذي يقلل من حدة المخوف العالمية من قلة الإمدادات وانخفضت الإمدادات الخاصة بالقمح العالمية هذا العام بعد العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا والتي أوقفت الشحنات من إحدى أهم مناطق التصدير في العالم ودفع أسعار الحبوب إلى تسجيل زيادة حادة وأثار مخوف من أزمة غذاء عالمية كما أضاف تحرك الهند في الأوانات الأخيرة لحظر الصادرات والتقص السيء في الولايات المتحدة إلى المخوف المرتبطة بوفرة الحبوب الغذائية وأصبحت أستريليا الثاني أكبر مصدر القمح في العالم بعد زراعة القمح على مساحة بلغت 35 مليون و700 ألف فدان وهي أعلى مساحة على الإطلاق قال البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير أنه أقرد تونوس 150 مليون يورو لتمويل مشترياتها الدولية من الحبوب وأضاف البنك أن القرد يهدف إلى ضمان توفير السيولة لديوان الحبوب الحكومي للشراء الحبوب وبالتالي المساهمة في الأمن الغذائي لتونس يأتي القرد في الوقت الذي تعاني فيه تونس من أزمة مالية حد تسببت في تأخير سداد مستحقات سفن الحبوب الدولية التي ظلت راسية لأسابيع في بعض الموانئ التونسية انطلقت احتفالات اليوبيل البلاتيني لتكريم مسيرة الملكة إلى الذبث التاريخية واعتلائها عارش بريطانيا ويتم الاحتفال في الفترة من الثاني وحتى الخامس من يونيو وتعد هذه المرة الأولى التي يحتفل بها باليوبيل البلاتيني لأحد الملوك في التاريخ البريطاني من خلال الاستعراضات والمواكب العسكرية والحفلة الموسيقية في القصور الملكية وأيضا في الشوارع ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة حقق الحزب الحاكم في كوريا الجنوبية فوزا ساحقا في انتخابات تهدف الاختيار رؤساء بلديات ومقاطعة وفز حزب سلطة الشعب الحاكم يمين بـ 12 من أصل 17 منصبا رئيسيا شملتها الانتخابات خلال هذا الاقتراع لاختيار رؤساء بلديات وحكام مقاطعة وأعيد انتخاب رئيس بلدية سيول الحالي أو سيهون بحصوله على 59% من الأصوات في حين أعيد انتخاب بارك هيونج جون رئيسا لبلدية بوسان ثاني مدن البلاد مع حظي 66.4% من الأصوات وهما ينتمي إلى حزب سلطة الشعب بزعمة رئيس البلاد أعلنت الشرطة الأمريكية أن مسلحا يحمل مندقية ومسدسا فتح النار داخل مبنى طبي بولاية أكلهوما مما أدى إلى مقتل أربعة أشخاص قبل أن يتحر بالرصاص وشددت الشرطة على أن الاستجابة السريعة من رجال الأمن للحادث حالت دون تعرض المزيد من الأشخاص للضرر وقالت الشرطة أنها تحاول معرفة هوية المشتبه به الذي قدرت أن عمره يتروح ما بين 35 إلى 40 عاما في الهند سجلت وزارة الصحة 3712 تحالت إصابة جديدة بفيروس كورونا في ساعات الأربع والعشرين الماضية وهو أعلى مستوى منذ نحو شهر مدفوعة بزيادة قياسية في الإصابات في مونبي العاصمة المالية للبلاد وسجلت المدينة 739 إصابة جديدة وقالت الهيئة المكلفة بمكافحة كورونا أن مستوى الدخول المستشفى يطمون خفض كانت مونبي واحدة من أوائل المدن التي تأثرت بشدة خلال الموجة الثانية المدمرة من الجائحة في الهند لكنها حظيت بالإشادة لكفاءتها في التعامل مع هذه الأزمة ألقت منظمة الصحة العالمية شكوكا على مزاعم كوريا الشمالية بإحراز تقدم في مكافحة كورونا وقالت المنظمة إنها تعتقد أن الوضع يتدهور ولا يتحسن في ظلي غياب البيانات المستقلة وذكرت وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية أن موجة كورونا تنحسر بعدما تجاوزت الإصابات اليومية للمصابين من حمى 390 ألفا قبل نحو أسبوع أعلنت السلطات الصحية في فرنسا أن البلاد سجلت 33 حالة إصابة مؤكدة بفيروس جودري القرادة وأشرت هيئة الصحة العامة في فرنسا إلى أنه سيتم نشر تقرير جديد محدث بينما سجلت تقرير الأخير الصادر يوم الأحد الماضي سجل 16 حالة مؤكدة في الدخل الفرنسي وكانت وزيرة الصحة الفرنسية قد أعلنت الأسبوع الماضي أن السلطات الفرنسية لا تتوقع تفاشيا للمرض وأن البلاد لديها مغزون كاف من اللقاحات للأشخاص المقالطين للحالات المصابة أدنت الرئاسة الفلسطينية التصعيد الإسرائيلي ضد أبناء الشعب الفلسطينية والذي أسفر عن ارتقاء عدد من الشهداء خلال 24 ساعة الأخيرة وحذرت الرئاسة الفلسطينية في بيان لها من استمرار التصعيد الحاصل في جرائم الإعدامات الميدانية وأكدت أن الصمت الدولي على انتهاكات السلطات الإسرائيلية يشجع على الاستمرار في الاعتداءات على الشعب وأرضه ومقدساته أعلنت الأمم المتحدة أن الحكومة اليمنية وقوات الحسية تفقا على تمديد الهدنة التي توسطت فيها الأمم المتحدة لمدة شهرين بمجوي نفس شروط الاتفاق الأصلية وقال مكتب مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن إن الاتفاق يشمل سمح لصف الوقود بدخول الموانئ التي تسيطر عليها قوات الحسية وبعض الرحلات الجوية التجارية من مطار صنعاء ومحادثات لإعادة فتح طرق رئيسية في مدينة تعز أعلنت القوات الأمنية العرقية انطلق عملية أمنية واسعة في محافظة تكريت الواقع شمال غرب العاصمة بغداد وذلك بهدف تعزيز الأمن والاستقرار وملاحقة فلول تنظيم داعش الإرهابية كانت القوات الأمنية العرقية قد أعلنت أول أمس انطلق عملية أمنية واسعة في محافظة نينة والواقع شمال البلاد يأتي هذا في الوقت الذي تشدد فيه القوات العرقية من إجراءاتها وعملياتها الأمنية خلال هذه الفترة في مختلف أنحاء البلاد لملاحقة وطرد فلول تنظيم داعش الإرهابي وقمع العمليات الإرهابية في البلاد أكد وزير التنمية المحلية محمود شعروي إطلاق المرحلة الثانية من البرنامج التدريبي والتأهيل الشامل لكوادري وقيادات الإدارة المحلية بقرى البرنامج القومية لتطوير الريف ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة وتسمر المرحلة حتى نهاية شهر يونيو الجاري بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة استعدادا للانتقال لمجمعات الخدمات الحكومية أضف شعروي أن المرحلة الثانية من البرنامج التدريبي تتضمن 14 دورة تدريبية منها دورتان للإدارة العليا من رؤساء المراكز المنفذ فيها مبادرة تحياة كريمة ونوابهم في الفترة من الرابع وإلى التاسع من يونيو الجاري وكذلك تشمل دورة تدريبية للقيادات الوسطى في الفترة من الرابع وحتى السابع من يونيو الجاري إضافة إلى إحدى عشرة دورة تدريبية لرؤساء الوحدات القروية شاركت وزيرة التعاون الدولي دكتورة رانيا المشاط في جلسة النقاشية حول تمويل تحول الصناعة في إطار الفعليات التمهيدية للمؤتمر الدولي ستوك هولم بعد 50 عاما وذلك بهدف المؤتمر أو يهدف المؤتمر للعمل كنقطة انطلاق لتسريع تنفيذ عقد العمل للأمم المتحدة لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030 واتفاق باريس للمناخ والإطار العالمي للتنوى البيولوجي لما بعد 2020 وكذلك تشجيع خطة التعافي الخضراء عقب جائحة كورونا ترأست وزيرة البيئة ياسمي فؤاد أولى جلسة المناقشة الوزرية التفاعلية في أشق رفيع المستوى من اجتماعات مؤتمرات الأطراف في اتفاقية بازل وروتردام وستوك هولم وأضحت وزيرة البيئة خلال الجلسة أن قطاعي إدارة المواد الكيمائية والمخلفات من المساهمين الرئيسيين في انبعاثات غاز الاحتباس الحرارية وتركز الجلسة على الفرص المتاحة لمعالجة الأزمات البيئية الثلاث التلوث تغير المناخ وصون التنوع البيولوجي من خلال تحقيق أهداف التفاقية بازل وروتردام وستوك هولم وحد وذلك في إطار منصة التفاعلية التي تتحوها الاجتماعات الوزارية لتبادل الخبرات ودفع الزخم السياسي لتنفيذ الاتفاقية الثلاث مرحبا بكم مجددا تطلق وزارة الصحة والسكان حملة تنشيطية خدمية وتوعوية مجانية لتقديم خدمات ووسائل تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية وذلك بجميع المحافظات شاملة للمناطق النائية والمحرومة من الخدمة وذلك في الفترة من الخامس إلى سالس والعشرين من شهر يونيو الجاري يأتي ذلك في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية الذي أطلقه رئيس جمهورية لدعم وتنمية الأسرة المصرية على المستوى الصحي والاقتصادي ولضمان جودة الحياة الأسرية أكد محافظ الشرقية ممضوح غراب أن مشروع أحياء مسار العائلة المقدسة إلى مصر يعد أحد أهم المشروعات القومية التي توليها القيادة السياسية اهتماما خاصا لما له من طبع تراثي وتاريخي وديني يحمل الخير لمصر ووضعها على خريطة السياحة العالمية وخلال احتفالية ذكرى دخول العائلة المقدسة لأرض الشرقية قال محافظ الشرقية أن المحافظة حاضيت باستضافة العائلة المقدسة لمدة ثلاث سنوات وأحد عشر شهرا وشعرت فيهم العائلة بالأمن والأمان فمصر هي الملجأ والملاذ لكل من قصدها من جانبه وجه المنصق الوطني لمسار العائلة المقدسة عدل الجندي تحية احترام وتقدير سيد رئيس عبد الفتاح السيسي بتوجهاته للحكومة بأحياء مشروع مسار العائلة المقدسة على أرض مصر فهو يمثل محورا عمرانيا يقوده قطاع السياحة دخول العائلة المقدسة لمنطقة الشرقية تحديدا والاحتفال بيها ده بيدي دافع مهم جدا جدا أن توضع محافظة الشرقية على خريطة السياحة ده أول مرة العالمية معنى أن توضع أي محافظة يمر بها مصارع المقدسة على خريطة السياحة هي انتقلت من المستوى الوطني إلى المستوى العالمي العالم اليوم كله بيشاهد هذه الاحتفالات لتقومها مصر المشروع مشروع قومي تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بدأنا فيه من سنوات طويلة هذا العام بنشهد افتتاحه وإطلاقه وإن شاء الله ده هيكون دافع مهم جدا للاكتزاب أكبر عدد من السائحين يشهد معرض السلع الغذائية بحديقة الشيخ زايد بحي سالس مدينة الإسماعيلية توفير السلع الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة للمواطنين وبجودة متميزة يأتي ذلك في إطار حرص الدولة على حماية محدود الدخل ومنع احتكار السلع والتلاعب بالأسعار وتم إقامة المعرض تحت شعار ضد الغلاء بتخفضات تجاوزت 20% على كافة السلع الغذائية يضم المعرض أكثر من منفذ لبيع السلع الأساسية من أرز ومكارونا وسكر وزيت وبقليات وكافة مجتملات البقالة بجانب يوجود منفذ لبيع اللحوم البلدية الطازجة وآخر لبيع اللحوم ودواجن المجمدة ومصنعات سهار الحمد لله المعرض ده امتداد لمعرض رمضان اللي طلب بير رئيس ودي سلع الحمد لله الزيت والسكر والرز واللحمة والفراخ طبعا نحاول نوفرها للمستهلك بسعر القيص والتجار في نفس الوقت لما الجملة بتيجي تشتغل معنا هم متعاونين معنا كواس جدا هم بيكسبوا والشعب النفس بيستفيد من الكلام ده كله شهدت الدكتورة إناس عبدالدايم وزيرة الثقافة افتتاح معرض الفن المصري في عشرينيات القرن الماضي رافقها خالد سرور رئيس قطاع الفنون التشكيلية وداليا مصطفى رئيس الإدارة المركزية لمركز الفنون وذلك في مجمع الفنون بقصر عائشة فهمي بالزمالك وللمزيد في سياق هذا التقرير استحضارا لروح فنون القرن العشرين افتتحت الدكتورة إناس عبدالدايم وزيرة الثقافة معرض الفن المصري في عشرينيات القرن الماضي وذلك في مجمع الفنون المعروف بقصر عائشة فهمي بالزمالك وزارة الثقافة أعدت أجندة قوية جدا والنهاردة احنا بنحتفل بجزء منها من خلال طبعا هذا المعرض العظيم الرائع بالفنانين العظماء اللي تعايشوا في هذه الفترة وطبعا هي كلها أسماء يعني الحقيقة نفخر بيها كلنا كمصريين والنهاردة المعرض خاص بهذه الحقبة اللي هي من عشرين لتسعة وعشرين المعرض الذي يستمر حتى الأول من أغسطس القادم يأتي ضمن احتفاء وزارة الثقافة بحقبة عشرينيات القرن الماضي بتنظيم مجموعة من الفعاليات المتنوعة والثرية تضم نماذج من مختلف ألوان الإبداع التي تم إنتاجها خلال تلك الفترة بمشاركة جميع قطاعات وزارة الثقافة شفت اليوم مجموعة من أعمال الفنان العظيم محمود مختار اللي هو دائما أنا كل زياراتي إلى مصر لازم أزور متحب محمود مختار هذا أول شيء أعمله بالجدول عندي اليوم شفت أعمال جديدة وغريبة وأيضا شفت مجموعة من لوحات الفنان الكبير محمود سعيد ومجموعة الرواد كلهم المكان مذهل وطريقة العرض كانت بأروع أيضا يضم المعرض قرابة التسعين عملا فنيا لعشرين فنانا ممن شكلت أعمالهم ملامح تلك الفترة المهمة من مسيرة الفن المصري ومن أبرزهم الفنان محمود مختار محمود مختار فنان مصري وكان أول رائد فن النحط المصري دخل مدرسة الفنون الجميلة 1907 ورغم أن محمود مختار كان الأسادة اللي بيدرسوا الأوائل كانوا من فرنسا ومن إيطاليا الاسطاف اللي كان بيدرس وبعد كده محمود مختار طلع بيعسة لفرنسا إنما بنلاحظ في شغله مصرية شديدة ونعتبره جسر تواصل بين فن النحط المصري الأديم والنحط المصري الأديم والنحط النحط المصري المعاصر المعرض يقدم نماذج مختارة من الانتاجات الفنية التي شهدتها تلك المرحلة الاستثنائية بكل المقاييس باعتبارها مرحلة التكوين الفعلي في بناء الفن المصري الحديث والقاعدة التي ارتكزت عليها الأجيال المتعاقبة وتحمل في ذاكرتها رموز تلك الفترة التأسيسية أحمد الحسيني التلفزيون المصري استقبل مطار مطروح الدولي أول رحلات طيران القادمة من مطار مالبانسيا بمدينة ميلانو الإيطالية وستتولى رحلات الشركة بمعدل رحلة واحدة أسبوعيا قابلة لزيادة لتصل إلى أربع رحلات أسبوعيا بحلول شهر يونيو القادم وحتى نهاية الموسم السياحي الصيفي في السياق ذاته استقبل محافظ مطروح أول طائرة شارتر من دولة بولاندا وعلى متنها 156 سائحا وعقب وصولهم تم توزيع الورود على الفوج السياحي بالإضافة إلى توزيع الكتيبات السياحية عن معالم محافظة مطروح بلغات مختلفة وخاصة اللغة الإنجليزية وقبل مغادرة الفوج الأجنبي مطار مطروح الدولي تم تنظيم عروض فنية حيث شارك الفوج السياحي خلال عروض التنورة وسط سعادة وفرح الجميع النهاردة في مطار مرسى مطروح المدني النهاردة بنستقبل وفد من السياحة البولندية ودي أول مرة السياحة البولندية تشرفنا في محافظة مطروح وعش كده كان نهاردة الاستقبال للطائرة والسواحة الموجودين عليها لأن منا المحتاج دائما في المطارات زي كده لما أول طائرة تيجي في مكان وتيجي أول مرة ووصلها في هذا المكان يكون لها استقبال تعرف سائد برش المياه واستقبالهم باستقبال رائع الحمد لله نهاردة استقبلناهم وسعداء بهم جدا 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 كان استقبال جاءت جدا جدا سؤاداء بالسياحة البولندية ونشجعها ويمكن نشجع السياحة الخيجية على أرض محافظة مطروح أعلن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار عن ارتفاع قيمة النزج الصناعي في مصر خلال عام 2021 إلى 982 مليار جنيه يصبح بذلك القطاع الصناعي من أهم القطاعات مساهمة في الناتج المحلي بحوالي 11.7% وأوضح المركز أن ارتفاع قيمة الانتاج الصناعي يأتي في ظل اهتمام الدولة بتطوير قطاع الصناع من أجل تحقيق رؤية الدولة للوصول بحجم الصادرات إلى 100 مليار دولار استقبلت مدينة البلود بالروبيكي وفدا رفيع المستوى من لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية اليونيدو تهدف الزيارة لدعم وتسريع العمل من أجل الاستدامة وتطوير صناعة الملابس والجلود وتسخير إمكانات الابتكار للعنية الواجبة وتقليل الأثر البيئية وذلك في إطار الطريق إلى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ كوب 27 في مصر وأشهد أعضاء الوفد خلال جولتهم بالمدينة بما تشهده من تقدم ملحوظ وخاصة تطور هذا القطاع الهام والالتزام بالمعايير القياسية بشأن حماية البيئة ومعالجة المخلفات الناتجة عن هذه الصناعة الأمر الذي يعد من أهم المعايير اللازمة للتصدير إلى الأسواق الأوروبية والعالمية قالت وزيرة التخطيط ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية ورئيس مجلس محافظي البنك هالا سعيد إن استضافة مصر لاجتماعات هذا العام تأتي في ضوء كونها واحدة من الدول المؤسسة للمجموعة ولديها محفظة تعاون متنامية مع مجموعة البنك تبلغ حوالي 17 مليار دولار حتى نهاية مارس الماضي جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الخاص بفتاح فعاليات الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية 47 والمقامة بمدينة شرم الشيخ تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وتحت عنوان بعد التعافي من الجائحة الصمود والاستدامة بلغ إجمالي عدد المسجلين بالاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي هذا العام ما يقرب من خمسة ألاف مشارك وإلى البرصة المصرية حيث تباينت المؤشرات بختام تعاملات جلسة اليوم نهاية جلسة الإسبوع وخسر رأس المال السوقي مليار وخمسمائة مليون جنيه ليغلق عند مستوى 659 مليار وسبعمائة مليون جنيه وعلى صعيد المؤشرات ترجع مؤشر إيجي إكتارسي بنسبة 76 من الماء في الماء ليغلق عند مستوى 10 ألاف وسبع نقاط بينما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إيجي إكتارسي بنسبة 54 من الماء في الماء ليغلق عند مستوى 1735 نقطة وصعيد مؤشر إيجي إكتارسي الأوسع نطاقا بنسبة 45 من الماء في الماء ليغلق عند مستوى 2680 نقاط وللمزيد مشاهدين من المتابعة والتحليل بتنضم إلينا عبر الهاتف خبيرة أسواق المال رانيا الجنزي أهلا بحضرتك في البداية وكيف تقيمين أداء البورصة اليوم أهلا بحضرتك يا فنزم نحن نرى أداء البورصة وسوق المال في مخفض مستمر من أول جاءحة كورونا لغاية النهاردة التأثيرات ما زالت مستمرها وبالذات بالأخص طبعا بعد 24 فبراير والأزمة الروسية الأوكرانية سوق المصري قادر على التعاية في الفترة الحالية يمكن قرارات زيادة أسعار الفايدة 2 سنة وصدور الشهادات 14% و15% لأجل يعتبر متواصل ثلاث سنوات ممكن ده يكون لي أثر سلبي على سوق المال لأنه نقول أنه يعمل على إزاحة الاستثمارات في سوق المال لأن سوق المال محفظ بالمخاطر أكتر طبعا من الإداعات والوداء على البنكية فإحنا نرى مثلا المؤشر الرئيسي إيجي أكترسي وده اللي يتحكم فيه مسبة كبيرة جدا من التعاملات الأجانب والعرب هو حدث فيه أكثر انخفاضا من أغلب المؤشرات الأخرى بنتكلم أنه هو تقريبا قرب من العشر ثلاث نقطة بنتكلم أنه إحنا كنا 18 ألف نقطة قبل كده في 2018 لما جينا حررنا سعر السل بنتكلم أنه هو كان قبل كوفيد كان عامل 14 ألف نقطة لما بنتكلم أنه هو في حدود 10 ألاف نقطة بنحكم على رأس المال السوقي اللي هو برضو كان فوق 800 مليار كان 836 مليار وأصبح 659 مليار فبنقول أنه يعني الإنخفاضات دي كانت سببها الأزمات العالمية والتحول إلى بقى إيه زيادة أسعار الفايدة طبعا نتاج التضخم العالمي الموجود في أسوأ العالم جميعا ولكن بعض الأسوأ قد تتعافى أسرع من السوق المصري احنا شايفين أن السوق السعودي مثلا مخافض السوق داون جونز مخافض ولكن هما حدث فيهم ارتفاعات تاريخية وقتراق الكنم تاريخية فبالتالي كانت عملية التصحيح فيهم أقل حدة من التصحيح في السوق المصري اللي بيصحح من المتصحح أصلا حضرتك ذكرتي برضو يا فندم أنه EGX70 حدث في ارتفاع اليوم و EGX100 حدث في ارتفاع EGX100 هو نتاج جمع الثلاثين والسبعين ولكن بتساوي الأوزان لأن الثلاثين هنا أثر عليه مؤشر أثر عليه سهم موجود في قطاع الدنيا في حفل النسبة 32% من المؤشر وبالتالي حدث في السهم دا انقفاض على مدار السنة وخلال جلسة اليوم وخصوصا في جلسة المزاد اللي بنهاية الجلسة اللي غيرت طبعا أسعار السهم دا اللي بيأثر فيه بنسبة كبيرة ولكن النيا هو الأوسع نطاقا فبيقرأ سبعين وبيقرأ تلاتين بصورة أوضح شوية محدث في ارتفاع النهار دا حتود 54% ولكن لو هنصبت الكلام دا على سنة مثلا من اجتداولات هنلاحظ أن المؤشر المية مقافض أصلا 19 يعني أكثر من 19.19 حتود 86% على مدار السنة فبنتكلم أنه حتى لو فيه ارتفاع فهو ارتفاع طفيف جدا وبيجنب السهم اللي هو في قطاع البنوك اللي هو أكثر يعني استحواز على المؤشر خلينا نتكلم برضو على البنك اللي حدث فيه انفاضات وعلى الشركة كانت تابعة لي وهي في القطاع المالي غير مصرفي يعني دا كان في القطاع المالي حدث فيه انخفاض كبير جدا لكن الشركة في القطاع المالي غير مصرفي حدث فيها ارتفاع بنسبة 11 سنة تقريبا فبنتكلم أن فيه تفاوض في الارتفاعات والانخفاضات خلال جلسة اليوم وأعتقد الغالبية العظمى كانت للأفراد ولكن برضو المؤسسات المصرية احنا تريدين أداءها النهاردة مثلا في السوق كان فيه تناوب وكان فيه شبه ومنصفة لأن احنا في الأغلب في الفترة الأخيرة كنا بنشوف تعاملات الأفراد يعني بتتجاوز 80% من التعاملات اليومية ولكن تعاملات المؤسسات النهاردة على الأسهم فقط بدون جمع الأسهم والسندات كانت تقريبا 37% و58% وكانت الأفراد نصبها 62% تقريبا يعني خبيرة أسواق المال رانيا الجندي شكرا على كل هذه التفاصيل تتواصل فعليات معرض صنع في ضميات للأساس بمبنى مشاريع مصر التابع للجهاز بأرض المعرض بمدينة نصر وذلك تشجيعا لصناعات الوطنية والنهوض بأحدى الصناعات الهمة التي تشتهر بها محافظة ضميات وتحظى منتجاتها بسمعة عالمية طيبة المزيد ينقله لنا مرازل التلفزيون المصري رامي محمد برحب بكم وبكل متابعين من أرض المعارض بمدينة نصر حيث استمرار فعاليات معرض صنع في ضميات هذا المعرض الذي يقام بالتعاون بين جهاز تنمية المشروعات ومحافظة ضميات هذا المعرض الذي يشارك به أكثر من سبعين عارضا يمثلون قصصا مضيئة وفرصا جديدة لمشروعات الشباب في مجال الأثاث وعرض منتجات مختلفة من الأثاث ضمياتي بأسعار تنافسية لأغلب الجمهور المعرض يقام لمدة عشرة أيام من الساعة العشرة صباحا حتى العشرة مساء أمام الجمهور وفتح جميع الأبواب بمنتجات من الموبيلية وأيضا من الأثاث ضمياتي لكافة الجمهور بأسعار تنافسية عودة لكم مراخ شكرا لكم رامي على كل هذه التفاصيل وإلى الشأن الرياضية حيث أعلن اتحاد الكرة عن طرح تذاكر مباراة المتخب الوطني ونظيره الغني المقرر لها الأحد المقبل في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2023 عبر شركة تذكرة من خلال موقعها الإلكترونية وحدد اتحاد الكرة أسعار تذاكر المباراة بواقع 500 جنيه للمقصرة الأمامية و200 جنيه للدرجة الأولى و100 جنيه للدرجة الثانية و50 جنيه للدرجة الثالثة هذا ويسمح بحضور 40 ألف مشجع لمباراة مصر وغينيا التي يصطدف واستاذ القاهرة مساء الأحد المقبل توجى النادي الأهلي ببطولة دوري تنس طاولة لمنافسة الرجال والسيدات جاء ذلك بعد تتخلب فريق الرجال على الزمالك وفريق السيدات على جزيرة الورد في غتام دورة المجمعة الثانية من منافسة البطولة وجاء تتويج فريق الأهلي لدوري تنس طاولة للرجال للمرة الثالثة والثلاثين في تاريخه بعد تغلبي على الزمالك في ختم مباراة دورة المجمعة الثانية من المصابقة بنتيجة الثالثة يمكن بيرجع القوة المباراة دي الوجود عناصر المنتحب القومي في الفرق اللي هي بتنفس على آآ الاول والثاني آآ يمكن نحنا زي ما كنا نعرفين لسه آآ كاس افريقية منتهية كانت بليجوس بنيجيريا وكان فاز فيها عمر عصر بالمركز الاول آآ طبعا تنزيمة عن اكمل وجه وحاجة رائعة جدا وبطولة مميزة دايما بالاسماعيلية وبشكر شدت فريق اسامة الربيع على رعايته مثل هذه البطولات على الأرض الاسماعيلية منافسة كان جمدة جدا ما بين نادي الزمالك وجزيرة الورد جزيرة الورد بصراحة كانوا في أعلى مستوى ليهم ما سواء كانت يسرى رؤى أو ألاء يحيا بصراحة كلهم كانوا هايلين جدا بس الحمد لله احنا كنا مستعدين جمد قوي وكنا عارفين المكشوطة تبقى جمدة جدا وما استسلمناش وعدنا وفي ختم النشر هذه تذكرة بأبرز ما جاء فيها من أخبار مدبولي يتفقد أعمال التطوير بشرم الشيخ ويشدد على توجيهات الرئيس سيسي بإظهار المدينة في أبهى صورة قبل مؤتمر المناخ زلناتكي يعترف بسيطرة روسيا على 20% من أراضي بلاده وتلقى أنظمة صواريخ متقدمة من واشنطن الأمم المتحدة طعلن تمديد الهدنة الحالية في اليمن لمدة شهرين جديدين إلى هنا مشاهدينا تنتهي قولة الإخبارية من الثالثة شكرا لكم وإلى اللقاء اشتركوا في القناة